دعوني في البداية أرحب بكم جميعاً من كل المحافظات من كل حطة في مصر ودعوني أقول أن المناسبة 51 عام 51 سنة على نصر أكتوبر المناسبة هتفضل دايماً خلدة في وجداننا واسمحوا لي أقولكم أن أنا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية بصراحة سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل الناس اللي شاركت من المحافظات وأنا بشكركم اللي هم الشباب والشابات وكل من حضر معانا النهاردة في الاستاذ النهاردة بشكركم ونوجه التحية لكل شعب مصر ونسبة الاحتفالية دي طبعاً لازم تفرحه وأنا عايز أقولكم أن حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط ده كان نصر وراء إرادة شعب كامل إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وعايز أقولكم تحدى التحدي نفسه تحدى التحدي نفسه أنا عايز أقول عايز أقولكم اللي انتو بتشوفوه دلوقتي دلوقتي من غير تفسير كتير وتوضيح كتير كان تقريباً ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر وكان كل الناس العالم والخبرة والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابيها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده كان بيقولوا أن مستحيل مستحيل خط برليف منع قناة السويس التفوق الكبير المقارنة اللي كانت مش في صالحنا كله كان بيقول أن ما فيش ما فيش فرصة نجاح لكن الشعب المصري زي ما بقولوكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار وعشان كده الانتصار ده غالي قوي والدفع فيه كتير من دماء شبابنا دماء المصريين وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي على رأسه اللي العيس الراحل محمد أنور السادات دفع فيه كتير دفع فيه حياته ودمه عشان عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرة طيب إحنا دلوقتي دلوقتي فيه تحديات قدامنا أكيد لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمنى مرحبا دينة مرحبا دينة